أثناء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على رئاسة مصر النشطة للجنة بناء السلامة وأكد جوتيريش خلال لقائه بمندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس بصفته رئيس لجنة بناء السلام أكد على دعم قيادة المنظمة للأولويات التي حددتها مصر في رئاساتها للجنة هذا وقد ركز اللقاء على أولويات الرئاسة المصرية للجنة والتقدم المحرز في تنفيذها وكيفية العمل على تزليل العقبات التي تحول دون تعزيز فاعلية وأثر جهود المنظمة في بناء واستدامة السلامة